التعليق دي جاني من احد الاصدقاء بيقول بصراحة حضرتك حبيبتني في الحمام اللاحم وجبت ثلاث قصوص كرهوني في الحمام كله قص بيشتغل على ثلاثين يوم وقص بيبيض ويكسر البيض بتاعه وقص بال وكشفت على البيض لقيت البيض معرق وفي معاد الفأس البيض ما فتحش كسرت البيض لقيت فيه حاجة زي الجيلي بس لونها بني غامق وبصراحة رفت منهم وعايز ارميهم المشكلة ان اعمل لهم سلكات محترمة ستين في تمانين وكلفة متوازنة وبحط عليها سنائف وصفات السوديوم وحاطة التحديق على طول وعامل جدوى الوقائي املحم عدنية وسيلينيوم واحمد امينية مضاد سموم ورافع مناعة وكلسم وحرام الواحد يصرف كل ده وما ياخدش منهم انتاج في ايه في اي حاجة انا مأثر فيها وشكرا مقدما لاهتمامك على الرد طيب هقول لحضرتك على الاجابات كلها طبعا ان انا جوابت عليه الاجابات هنا زي ما حضرتك هتشوفها كده اكتر ما هو كاتب لي كمان بزيادة شوية كل حاجة قلناه له بالتفصيل فانا بصراحة استأذنت منه ان انا هعمل الفيديو النهاردة وانشره زي ما هو كده باسمه بصورته بكل حاجة ورجل يشكر وافق على كل حاجة وحتى في النهاية شكرني قال لي صباح الفل على حضرتك بعد ما كان غضبان جدا شكرا على المعلومات العظمة دي وربنا يوفقكم من نجاح الى نجاح طبعا بنشكره على صبره وتحمله وحقيقي حقيقي اقوله او بقول لكم كلكم ان انا ما قلت لكش معلومة عن الحمام اللحم غير اللي انا مقتنع بها حقيقي والله انا ما قلت لك على حاجة غير اللي انا مقتنع بها وكل شيء انا بكتشفه بقوله لحضرتك على طول وانا ظهرت لحضرتك لاول مرة ظهر في القناة في الفيديو ده علشان ان انا اصالحك ويا ربي اجيبكم الفيديو وعايز لايكات كتير واسف ان ده اني طويلة النهاردة محلقتهاش بس حبيت ان كل واحد يشوفني على الطبيعة طيب انبدأ الفيديو هجاوب على كل الاجابات اللي انا قلتها لك دلوقتي عملي طيب تعالى بقى ما افتح نفسك على الحلويات الحلويات اللي بجد احنا بفصل الصيف طبعا وبنقول انه مش فصل انتاج ده زغلول واحد مش فاكر البيضة التانية كانت فاسدة او البيضة التانية اتكسرت بسم الله ما شاء الله هفتح نفسك بس كده النتاية هتقبض ان شاء الله اه النهاردة او بكرة بس هوريك الزغلول الفرداني وجماله وجماعة اللي يطلع عنده زغلول فرداني زي ده لازم تربيه الزغلول الفرداني اللي بيطلع بسم الله ما شاء الله يا جماعة مش هقولك انا ساعة بحضن تلاتة لكن الزغلول الفرداني اللي بيطلع لازم اربيه ده بسم الله ما شاء الله هتشوف الزغلول من غير مزان من غير مزان الزغلول لسه قبل اي شيء الزغلول لسه اهو. لسه عمره صغير جدا. يعني لو قلنا سبتاشر سبعتاشر يوم اهو. ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة تقلة بالله. ها جماعة الزغلول. ما شاء الله. شوف الطول بتاع الزغلول. ما شاء الله لا قوة تقلة بالله. ما شاء الله لا قوة تقلة بالله. حاجة كده تفتح نفسك ان كنت انت زعلان من اللحم وربنا يرزقك ان شاء الله وارزق الجميع ويبرك لكم في رزقكم طيب هنبدأ بنصور القص بتاعنا على الطبيعة القص هو نفس الحكاية اللي هو صديقنا بيقول عليها زي ما حضرتك شايف دلوقت ده القص ده رائد اتذكر مع النتاية ده حنية القص الزيادة ده بنسميها حنية زيادة ده بالنسبة لان هو زي ما حضرتك شايف القص ده محبوس في السلاكة في العيون بالشكل ده اللي انت شايفه حضرتك ده بالزبط كده الاول انا قلت له يسعد صباحك الحمام زي اي شيء تربيه مرات يفرحك ومرات زي ما حضرتك بتقول يحصل مشاكل خاصة في فصل الصيف اما القص لو بيكسر البيض فنفس المشكلة اللي انت شايفها قدامك ده بالزبط دلوقت دي المشكلة دي موجودة وبكسرة وفي ناس كتير بتشتكي منها خاصة في الحمام اللاحم احنا نتكلم ده النهاردة على الحمام اللاحم اللي هو في سلاكات وازاي ان هي المشكلة ده بتحصل ايه بتحصل لو القص حمام تقيل او لو القص ده عنده حنية زيادة هحاول اوريلك اهو الدكر والنتاية شوف الاتنين رائدين مع بعض اهو شفت الدكر والنتاية رائدين مع بعض ازاي دي حنية زايدة احيانا بيحصل ايه من الحنية الزايدة دي احيانا بتلاقي الدكر والنتاية بيتعاركم على اللي يرقد على البيض ويطرد التاني الدكر عايز يخرج النتاية والنتاية عايز اتخرج الدكر من الطاجن فالاتنين بيزقوا بعض فبيقوم البيض واقع ويكسرهم البيض برضو هنقول كل الاسباب شوف حضرتها لو في سلاكة جنبها كده شوف انا حطت ايه انا حطت مشمع يداري على السلاكة اللي جنبها مش مخلي القص ده يشوف القص اللي في السلاكة اللي جنبه مداري بمشمع هول اللي انت شايفه ده ممكن تداري باي حاجة بمشمع بشكارة باي شيء تداري بيها بقماشة المهم ايه دي من ضمن الاسباب يعني ممكن يكون عايز يتعارك مع القص اللي جنبه وتغطى حتى بكارتونة المهمة تتصرف تقفل لو ده السبب ان هو بيغير من القص اللي جنبه او متذكر اللي جنبه وعايز يتعارك معه يبقى ده سبب ده السبب الاولاني السبب التاني زي ما قلتلك ممكن السبب التاني يكون حنية القص الزيادة اللي هو انت هترأي بالقص كده لو حسيت ان هم الذكر والنتاية اللي اتنين عايزين يرقودوا على البيض في وقت واحد الذكر بيزوق النتاية عايز يخرجها والنتاية بتزوق الذكر عايز اتخرجه لبرا الطاجن تعرف كده ان هم هيوقعوا البيض والبيض هيتكسر فهنا لابد من استخدام طاجن كبير شوف الطاجن العادي ده ما عادش ينفعلهم لو هم بيكسروا البيض فانا جايب لك تواجنها ده ممكن تستخدمه طاجن بس ده صغير لو وصلت انك هتستخدم ده طبق غسيل كبير اهو لو وصلت للطاجن ده ماشي حط استخدم الطاجن الكبير لكن اخد بالي هحط فيه شوية رمل بحيس ان هم ميقدروش يقلبوه حوالي تلت الطاجن كده هو غويت اهو شايف الارتفاعد ايه وكبير نسحته العرض بتاعه كده حوالي 40 سنتي ده مش هيقدرهم ان هم يوقعهم منه البيض خلاص ده الحل بتاعك وتفرشه بالرمل يبقى ده هو الطاجن اللي هينفع معهم هم عندي هنا الحمد لله رائدين بسلام ما بيعملوش حاجة اما لو وصلت لان الذكر والنتاية بيضربوا بعض مين يرقد على البيض شيل الذكر من السلاكة هقولك شيل الذكر من السلاكة طول اليوم طول اليوم وترجعه تحطه في السلاكة تاني الساعة عشرة الصبح وتشيله تاني الساعة اتنين او تلاتة العصر او قبل العصر يعني يبقى هتحط الذكر الساعة عشرة وتشيله النتاية هتسيبه في الحالة دي هتسيبه اه يرقد على البيض وترتاح هي شوية مش هيتعاركم وتشيله تاني الساعة اتنين او الساعة تلاتة خلاص يبقى كده مش هيحصل مشكلة المعركة دي تاني النتاقه هترقض على البيض مرة تانية ساعة ما تشيله العصر ساعة الثكرا النتاقه هترقض على البيض مرة تانية حاول برضه في حاجة كمان حاول في الفترة اللي الؚص رائد على البيض إنك تمنع عنه الفيتامينات القص ده اللي انت شايف منه المشكلة دي امنع عنه الفيتامينات خاصة السيلينيوم لان السيلينيوم بعمل نشاط زايد للدكر الدكر احيانا بيكون نشيط زيادة نشيط جنسيا فعايز يكسر البيض عشان النتاة تقوم من على الحصة. ولما النتاة تقوم من على الحصة يبدأ يتزوج من جديد. فطبعا لو كسر البيض النتاة تتزوج فهو اتذكر عارف الحكاة دي. بيكسر البيض عشان النتاة تتفرغ للزواج. ودي حاجة موجودة ومعروفة في حيوانات كتير منها الاسد والحمار الوحشي. بيعملوا كده الاسد بيموت ولاده. والحمار الوحشي بيموت ولاده ده على سبيل المثال يعني. اه وممكن تفتح كمان يعني انت ممكن تفتح العين زي ما انا فاتيحها كده وتسيبهم لو الدكر شافها كده الدكر هياخد راحته وهينزل ويطلع ويتليه شوية عن النتاية ويلعب في الارض مع الحمام السايب كده وخلاص مش هيرجع للنتاية غير وقت رؤوده هو على البيض وممكن كمان تحل المشكلة دي بانك تاخد البيض اول ما البيض يطباد لو هو القص ده السبب ان القص ده تقيل بيكسر البيض ممكن تاخد بيضه تحضنه تحت قص تاني زي ما انا مربك كده حمام زاجل وبحضن في بعض الاحيان يعني بحضنه تحت الحمام الزاجل ده حل لو انت عايز تريح دماغك يعني كن عندك قص زاجل حينيا تاخد من ده الحصب بتاعه وتحضنه تحته اما القص اللي بتقول عليه بيلحم على شهر يعني او بيتأخر ببيض بعد شهر مش هقولك انه مش حمام لاحم هنحاول ناخد بالاسباب من الاسباب دي النتاية فيها عنقود بيت طبعا ممكن يكون اللي بقى لك الحمام استهلك النتاة دي او اخد منها بيت كتير بمعنى ايه ان بقت النتاة كل ما تبيض ياخد بيضها يحضنه كل من الجز داي بيض ياخد البدو يحضنه تحت قص تاني فاصبحت النتاة مستهلكة اقترح عليك تعزيلها عن الدكر لمدة شهر شيل النتاة رياحها لمدة شهر خاصة ان احنا في فصل السيف وفي ناس كتير اساسا بيرياحهم الحمام في فصل السيف ده اصلا مش فصل انتاج بكده يكون خلص لموضوع فيديو النهاردة لو واجبك الفيديو عمل لايك واشترك في القناة لو مكنتش مشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته